دعوني بس أروح أشوف شون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع هذا الاستطلاع وكيد راح أرجع لكم بالتأكيد أخذ آراءكم مشاهدين استطلاعنا يقول هل تؤيد استبدال محافظي كربلاء والبصرة وواسط بآخرين يرشحهم الإطار التنسيقي ساذ عماد المسافر خلينا أبدو معاك يعني 80% من المشاركين بهذا الاستطلاع اللي شاركوا بهذا الاستطلاع عبرين تقريباً الـ 44 ألف 80% من عدمهم معارضين أنه يتم استبدال محافظي كربلاء والبصرة وواسط بآخرين يرشحهم الإطار التنسيقي ساذ عماد علق لي لكن بإيجاز إذا سمحت يعني بإيجاز أنا ما أعول كثيراً على هذه الاستفتاءات أنا هيش إشارة بسيطة إلى الأستاذ عصام حسين إذا كان الإطار التنسيقي غير حريص على المذهب وعلى العقيدة بإمكان التيار الصدري أن يطلعون تظاهرات على البعثيين ومن شانوا بمجلس النواب ما شفنا أي حراك نيابي ضد أي شخصية بعثية عادت إلى العراق أو قضية قانونية شكراً لكم يا رجيزي إذا الإطار استمعني استاذ محمد أنا أقول إذا الإطار رجعوا البعثية شنو اللي يمنع التيار الصدري ما يقاضي الإطار أو يقاضي هؤلاء البعثية بالقضاء أو داخل مجلس النواب طيب استاذ عماد شكراً ولأنه وقت ما عندي أولاً سيد الخنجر بالحنانة وقت ما عندي طيب استاذ عصام حسين 80% من المشاركين بهذا الاستطلاع هم يعارضون استبدال محافظي كربلاء والبصرة وواسط بآخرين يرشحهم بالإطار التنسيقي علق لي لكن بإيجاز استاذ عصام إذا سمحت يعني هذا ما يؤيد كلامي أن الشعب العراقي لا يثق بالإطار التنسيقي في قيادة البلد وفي قيادة المحافظات طيب استاذ محمد الجابري 20% فقط هم مؤيدين باستبدال محافظي كربلاء والبصرة وواسط بآخرين يرشحهم بالإطار التنسيقي علق لي لكن استاذ محمد إذا سمحت في إيجاز والله نحن نعول على أن الشارع العراقي يعيد النظر بقضية أنه المشارك وعدم المشاركة بالانتخابات لأن هذا خير دليل على أن هناك نسبة كبيرة لمقاطعة الانتخابات وأتوقع أن بالفترة المقبلة ستكون هناك مقاطعة كبيرة إذا لم يعودوا إلى سياسة الحفاظ على هذه المحافظات وعلى أهالي هذه المحافظات